احنا الحقيقة مش هنفضل نسيب المسألة دي ولا ان احنا انا بكره حاجة اسمها المجاملة المجتمعية اللي هي المجاملة المجتمعية؟ ما تتغطوش على المجتمع وتقولو له عيوبه لان احنا مش عايزين الناس تزهق ومش عايزين الناس تزعل لا ايه اللي هنعمله؟ المؤسسات تفتح كل وسائل التواصل مع المجتمع ما تخليش اي فرد من افراد المجتمع عنده حاجة افتائية غير ملباة لابد ان احنا نسعى الى القضاء على اي حالة من حالات الاحتياج الافتائي غير ملبة نفتح وسائل التواصل زي ما احنا عندنا كده من 107 افضل الافتاء المصرية زي ما عندنا كمان باب من الابواب الفتاوى الالكترونية زي ما عندنا كمان باب من ابواب الفتاوى الشفوية والفتاوى المكتوبة نفتح كل وسائل التواصل مع الناس ونفتيهم ويبقى عندك سوشيال ميديا قوية هو دات الحل لان انت لو ما عملتش كده هيفضل الراجل يلم اللي بيسقط وايه اللي يحاصل ويجذبه الى التطرف الامر التاني والمهم ان بعد ما نعمل كده ونقو المؤسسات ان احنا كمان عايزين احنا نفسنا نرجع تاني نثق في مؤسسات فيه حد بعض الناس والكتاب والصحفيين يقولوا ايه الكم الكبير اللي بتفتيد الافتاوى المسارية ده هو الكم الكبير ده بيدل على يقظى في المجتمع ان احنا بدأنا نرجع تاني لفكرة المرجعية بس كانت التكلفة عليه احنا تكوينا بالنار قوي احنا عايزين نرجع وبسرعة وننشر الوعي ده ما بيننا الامر التالت ان احنا نكسر في تأهيل المفتين تأهيل حقيقي وانا من 2003 لغاية دلوقتي واحنا بندرب المفتين وبنأهله التالت حاجات دولة اتساع التواصل كمان ان احنا نفسنا ندعم المرجعيات الصحيحة والمرجعات الأصيلة والمرجعات المهنية وكمان تأهيل المفتين هو ده اللي خرجنا من هذا الحالة من حالات الفتي اللي في الحقيقة بيفتت كل قدرة لدى المجتمع في ان هي تعتبر ان الدين اضافة لها مش عبء عليها لو فضرت ظهيرة الشعبوية الدين كده انا اخشى ان الناس يكونوا عايزين يخلوا الدين عبء وليس الدين قيمة اضافية احنا لازم نكون واضحين في ده ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يمدنا بمده ده ويدعمنا ان احنا نستمر في ده وان شاء الله سبحانه وتعالى كريم ودود هيوصلنا لمرادنا اللي بيها نحصن المجتمع من كل الافات اللي بتهدد ركيزة من ركازه وهو الدين ترجمة نانسي قنقر